اعتلاء منصات التتويج صار حدثاً أساسياً تحظى به أعمال قناة إمبيسي مصر بمختلف المجالات في المنافسات المصرية والعربية فقد تصدرت تقارير مراسل البرامج الخبرية للعام الرابع على التوالي نتائج مسابقة موقع إعلام.com من بين عشرات القنوات المشاركة لتحصل الزميلة وسام نصر على المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي ويحقق الزميل فريد إدور المركز الثالث فيما حصل الزملاء علي عامر وإسراء يعقوب على شهدات تقدير لوصول تقاريرهما ضمن القائمة القصيرة للمنافسة الفائزة بالجائزة الأولى الزميلة وسام نصر دي الثاني سنة على التوالي طبعاً حاجة ما كانتش متوقعة واللي نحن فعلاً بابنعفش لاجنة التحكيم يطلع مين ولاجنة التحكيم السنة دي كمان ما قلناش أساميهم إلا بعد إعلان النتيجة فاللسنة الثانية على التوالي المراسلة تفوز أنا ضد موضوع التفريق ما بين رجالة وستات بس ده بأكد قد إيه أنه المحتوى الجيد هو اللي بيفرد نفسه المسابقة السنة دي كان فيها تنوع مختلف وكان فيه زيادة عن عدد التقارير السنة اللي فاتت واللي عايزين بس نتكلم أنه التقارير السنة دي كانت متميزة جداً وكان فيه شبه إجماع من لجنة التحكيم على التقارير اللي فازت كان عندي فرصة أنا أشوف مجموعة من التقارير المتميزة اللي بتناقش قضايا مجتمعية يعني تهم المجتمع وفي نفس الوقت فيها حس إنساني وفيها يعني مشاعر كتيرة يعني المشاهد في البيت محتاج أنه يشوفها ده غير إن كان فيه يعني كواليتي انتاج علي جداً في كل التقارير الحقيقة وفيه إلقاء كويس وكتابة السكريبت كويس جداً اختياري للتقارير بيكون شوية دقيق وفيه تفاصيل أنا دايماً بميل للتقارير مش فكرة الإنسانية أنا ببرس جزء الإنسانية فيها يعني ما بحاولش أصدر الألم أو الحزن أو المعاناة قد ما بحاول أني يعني يكون التقارير فيه بعض من الأمل الحمد لله إن أنا خدت المركز الأول للسنة الثانية على التوالي وسعيدة جداً طبعاً يعني ما فيه شعور أكتر من أنا بقول لهم شكراً إعلام دوت كوم شكراً MBC مصر وشكراً لكل الزملاء اللي كانوا النهاردة مشرفيننا وكمان حاصلين على جوائز بشكر إعلام دوت كوم أنهم نظموا مسابقة أو حرسين على تنظيم مسابقة كل سنة بتتكلم عن إنتاج التقارير التلفزيونية لأن المراسل بيحتاج طول الوقت نوع من أنواع الدعم المعنوي فده كان مهم جداً مبسوط طبعاً أن أنا طلعت من المراكز الأولى ده شرفني وسط الزملاء عزاء المسابقة كانت جميلة التقارير كلها كانت حلوة أنا سعيدة جداً ومبسوطة النهاردة أن أنا منتقرر من نهاردة من إعلام دوت كوم وفخورة بأن MBC مصر موجودة النهاردة وردو شعار فريق عمل واحد يصنع النجاح هو ما تؤمن به إدارة قنوات MBC مصر على مدار سنوات عملها الممتدة وهو ما أثمر ليس فقط وصولها للقمة بل أيضاً التربع عليها خالد أحمد MBC مصر ترجمة نانسي قنقر